وضع اقتصادي وإنساني كارثي والبلد لم يعد يحتمل تحذير أطلقه القطاع الخاص معلنا عن مبادرة لنزع فتيل الأزمة المتصاعدة بين البنك المركزي في عدن المعترف به دوليا والبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة ميليشيا الحوثي فريق الإصلاحات الاقتصادية في اليمن وضع مجموعة من المعايير المحددة التي تضمن بقاء القطاع المصرفي بعيدا عن الصراع في ظل أزمة سيولة بصنعاء وانهيار للريال في عدن هذه المبادرة التي استعرضتها ندوة لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي جاءت بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة بشهرين من قبل مركزي عدن للبنوك التجارية بصنعاء لنقل أعمالها ما يعيشه القطاع المصرفي جعل فريق الإصلاحات الاقتصادية يطالب بتسوية تتضمن الطعاط الإيجابي مع قرار البنك المركزي بعدن مع الحفاظ على البنوك في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي واستمرار عملها وفق معايير تحييد القطاع المصرفي عن الصراع حتى الآن لا شيء قامت به هذه البنوك استجابة لقرار البنك المركزي الشرعي فهي أمام تهديدات حوثية بالتصفية والاستحواذ على رؤوس أموالها والودائع تراجع مركزي عدا عن قراره يعد تخليا عن مسؤوليته القانونية ويفسح المجال أمام مليشيا الحوثي لإصدار المزيد من العملات المزورة وتوسيع الإجراءات ضد القطاع المصرفي المهدد بالإفلاس مركزي عدا حتى الآن يدافع عن قراره ويصفه بأنه حبل نجاة للبنوك في مناطق سيطرة المليشيا ويحافظ على أموال المودعين ويجنب هذا القطاع العزلة الدولية جراء سيطرة جماعة مدرجة في قوائم الإرهاب الدولي ما يخص عدم الاستجابة لهذا القرار يؤكد البنك المركزي بعدا أنه سيبدأ بفرض عقوبات تدريجية على البنوك بعد انقضاء المهلة تناور مليشيا الحوثي في هذا الجانب مستفيدة من التطورات الأخيرة في البحر الأحمر وكسبها التأييد الشعبي وتنظر إلى أنها تقترب أكثر من تحقيق مكاسب اقتصادية جديدة بعد فتح ميناء الحديدة إلى جانب تقاربها السياسي مع السعودية حتى أزمة السيولة التي تعيشها مناطق سيطرتها تحاول أن تستثمرها للقيام بإجراءات أحادية تعزز الانقسام الاقتصادي ما لا تكترث له المليشيا يحذر منه الخبراء ويطالبون بتحييد الاقتصاد بما في ذلك القطاع المصرفي وسط تفاقم أوضاع الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر